اشتركوا في القناة بتلاقي دايما فيه منابر معينة اعلامية بتكون محترمة بتتعامل مع الموضوع بشكل professional أو بشكل احترافي ومهني وبتلاقي منابر اخرى ايا كانت بقى خالفياتها او اسبابها بتلاقيها بتتعامل مع المواضيع بشكل ممكن يكون فيه عدم توصيل او عدم وصول الشكل او الصورة او المعلومة او الخبر بالشكل المزبوط للعالم سواء بقى عن اصد او عن غير اصد طبعا كان فيه كلام كتير جدا ومساعد جيرة جدا موضوعات خارجية من هيئة الاستعلمات من موضوعات الاعلام وغيرها من الهيئات الكبيرة في مصر ان هي تتعامل مع المرسلين الاجانب الفترة اللي فاتت ومع المكاتب الاجنبية والمكاتب الصحفية على اساس ان يكون فيه شكل حقيقي لتوصيل المعلومة والخبر بالشكل مهني ويكون فيه برضو نوع من انواع التنصيق علشان خاطر ما يكونش فيه هذه الفوضى الكبيرة جدا فكل واحد يقول ان هو عايزه طيح نعرف اكتر ايه هو رأي العاملين بالمجال او العاملين بقى في هذه المهنة ومتابعتهم لهذا الموضوع من خلال ضيوف مهمين النهاردة سيكون معنا احد هؤلاء الضيوف دكتور محمود احمد حسن الامين العام المساعد لشؤون الثقافية والاعلامية بجامعة الشعوب العربية ورئيس مجلس ادارة جليد اللواء العربي صباح الخير يا فامي صباح الخير انا عايزنا عرف ايه هي جامعة الشعوب العربية جامعة الشعوب العربية هي منظمة غير حكومية لا تهدف الى الربح اطلقنا الفكرة في عام 2009 ولقت استحسان من ممثلين للشعوب العربية من اكثر من 18 دولة في البداية النهاردة الحمدلله وصلنا ل22 دولة عربية المساق العمل فيها هو توحيد الشعب العربي ثقافيا واعلاميا واستثماريا واقتصاديا نحاول نبعد فيها خالص عن السياسة على اعتبار ان السياسة احيانا بتفرق احنا عايزين نعمل التوحيد الشعار بتاع الجامعة امة واحدة وشعب واحد وتم بالفعل عمل مقر لها في مصر ورئيس الجامعة هو السفير محمود راشد الامين العام العميد عصام زغلول والامين العام المساعد للشؤون الادارية الاستاذ الدكتور محفوظ سلام يمن الجنسية وأنا مصري تمام خيارة بقى نرجع لمرجوعنا ونكلم على الاعلام زي مؤنة تاني والصورة الخارجية اللي بيحصل في مصر حاليا ومتابعة رأي لحياتك ايه شايف الموضوع ماشي ازاي وايه هي جهود هل فيه مثلا جامعة الشعب العربية بتتابع الموضوع تمام وطبعا الاعلام بصفة عامة نتكلم عن الاصول للعمل الاعلامي المفروض ان الاعلام هو القاطرة وليس المقتور يعني المفروض هو اللي بياخد وبيغير فكر الناس لما هو فيه مصداقية وفيه شفافية مطلقة اما ان تكون جهة بعينها تاخد الاعلام ده او توجهه او تستخدمه لترويج او تسويق فكر معين واتجاه معين هذا مرفوض تماما وعيب جسيم في شرف ومساق العمل الاعلامي مفروض ان الاعلام له مبادئ وله اصول وان هو اللي بيعلم المبادئ والاخلاق والمصر العليا ولا يجب ان يكون اول من ينتهكها خاطر وزير الخارجية في ان هو يجتمع بمراسلين اجانب وان هو يحاول خلال الوزارة ان هو يوصل للصورة الحركية اللي ما يحدث في مصر شايفها ازاي طبعا خطوة ومبادرة نبيلة جدا من الدكتور نبيل فاهمي على اعتبار ان الرؤية من الخارج في ظل الحراك وفي ظل تسويق الافكار المغلوطة من خلال المنظمات والهيئات المغرضة والمستفيدة من ترد الاوضاع في مصر على المستوى السياسي ما فيش كلام ان احسن صورة انك تجي تشوف بنفسك انك تجي تنقل الصورة بنفسك انما تسمع او تأخذها من مصادر غير موثوق فيها ده يبقى يعني امتهان وانتهاك لحق ومساق وشرف الاعلام العالمي هل فيه اجراءات قانونية بتحصل في ظل تدارب التصريحات او ظل تدارب الاخبار ومتابعة الاغبارية من الوكالات المختلفة اذا كان هناك تحدي صارخ او عدم انتزام المهنية مطلقة بعد التحقيق اذا كان دوت كان بقصد او بغير قصد او عن 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 فكر توجه معي عن المحطة او لا هل ممكن يكون فيه متابعة اجراء قانونية ولا عشان هما حاسين ان احنا في بلد مفيش يعني ايحد مامل هو عايزه فبالتالي مفيش خوف من الكصد مفيش كلام ان هو حتى لو مكنش فيه اجراءات قانونية يجب ان يكون اجراءات قانونية ورادعة وحاسمة فيما يتعلق بتضليل الفكر لانه بيتسبب بشكل او باخر بالتحريض ويتسبب في القتل ويتسبب في التدمير فبالتالي لابد ان يكون هناك اجراءات قانونية قوية وحاسمة مع من يضل للشعب يعني التحريض مجرم قانون والمحرد شريك للفاعل الاصلي فلغة خطاب التحريض وخطاب الذي يدعو للعنف او استخدام الاسلحة مفيش كلام ان هو لو كان اعلامي ف هل مخالفة بس مجرد التحريض يعني هل هل مخالفات الاعلامية حاليا او هل عدم المهنية الاعلامية اللي نشوفها حاليا في قنابات ومتبعات الاخبارية خصوان او وقت الازمات في مصر بينحاصر بس في فكرة التحريض مفيش كلام ان ميساق العمل الاعلامي موحد على مستوى العالم يعني المفروض ان المصداقية هي رقم واحد والكذب ليه طبعا عقابه وهو التحريض مع التحريض شريك للفاعل الاصلي يعني يعتبر جناية مفيش كلام ان التحريض جاني ومرتاكب للجريمة كبرى زي الفاعل بالزبط فهنا يجب ان يكون اجراءات قانونية حازمة وحازمة وقوية جدا لمن يضل للشعب ويتسبب في احداث فتن طيب لو كلمنا عن شكل تاني او شكل اخر من عدم المهنية الاعلامية لو كلمنا مثلا عن نقل مظاهرات معينة في الماكل معينة والنهاية التي تتقال انها مظاهرات بهتف تاني خالص غير الحقيقة لو تجمعات معينة لو منتكلم عن فكرة ان احنا في مصر في انقلاب وانحنا بنكلم على عودة مرسي وفي حين انه ليس انقلاب وده بعد ده مشهد العالم كله وده اخد وقت عشان العالم كله يشهد ولكن في الاخر سياسيا الجهود قدت لكده لكن اعلاميا كان الموضوع شغال بالعكس تماما طبعا بكلم على منابر معينة حتى كنت شكلم ده مخالفة اعلامية طبعا مخالفة اعلامية جسيمة وانتهاك صارخ للميساق العام الاعلامي انا بقول لحضرتك أستاذ شريف المفروض ان الاعلامي يكون بيعلم الناس المسل والاخلاق ما يبقاش اول من ينتهكها يعني زي ما قلت حضرتك ما ينفعش انه يبقى مقطورة لازم يكون قطيرة ما ينفعش يبقى تابع لجهة ما ينفعش يكون لا بد من اعتناق سياسة عدم الانحياز الا للحق فقط الاعلام لا يجب بحال ان يكون تابع لجهة وإلا هيبقى النطق الرسمي بالسانها او المتحدث الرسمي بالسانها الاعلام يجب ان يكون حر ومستقل لا تابع الحكومة ولا تابع لتيار ولا الفكر ولا اتجاه ولا حتى الدين الاعلام يجب ان يكون حر ومستقل تماما ينقل الصورة بشفافية ليس لوجة نظر المهنية بتقول ان الاعلام يجب ان ينقل الصورة بشفافية مطلقة دون تأثر ودون عرض وجهة نظر الجهة التابعة لها وإلا بقت مجلة حائط أو ناطق رسمي بالسان هذه الجهة الصحف الخاصة تحتاج إعلانات تحتاج دعم الإعلاني هل ده ممكن بيؤثر على سياسة الصحيفة؟ في الواقع فعلا بيؤثر لكن في الأصول لا يجب أن يؤثر يجب أن تكون ما فيش حاجة اسمها صحافة خاصة أو صحافة عامة فيش حاجة اسمها صحافة قومية وصحافة حكومية وصحافة حزبية فيش الكلام ده الصحافة هي صحافة يعني بمعناها المطلق يجب أن تكون حرة ومستقلة لا يجب أن تسبح بحمد حزب ولا تدين بدين حكومة ولا تنهج منهج تيار أو فك وإلا أصبحت زي ما قلت حضرتك مجلة حائط ناطق رسمي بلسان هذه الجهة أما الصحافة الأصلية التي تتبع المبادئ الأصلية لعمل الصحفي والإعلامي لا يجب أن تكون تابعة لأي جهة أيما كانت لابد أن تتبنى المبادئ الأصلية لعمل الصحفي والإعلامي وهو تتبع السلبيات بهدف علاجها وليس بهدف الفضايح أو التشيير أو الفرقعة الصحفية أو خلافة ولا يجب أنها تعتمد على الاستثمار يعني لا يفرض عليها الاستثمار أو الدخل فكر أو اتجاه وإلا أضاع الهدف يعني الدخل بتاعها يكون وسيلة وليست غاية لو أصبح المال غاية بالنسبة للإعلام هل النهار الإعلامي بيكون أو الإعلامي بشكل عام المفروض يكون موضوعي أم حيادي؟ لو أريد أن يكون موضوعي وحيادي موضوعي وحيادي حيادي بمعنى أنه يفصل ما بين شخصيته أو قناعته وما بين هنا كده يكون مبادئة لأولا أو فكره وإذا حيا ده سيكون برضه في الأول في الآخر كده حيادي مرهوش معنى مرهوش زي وزي أي حد زي يقول لي فأصد ما لازم يكون وهو ده اللي بيميز ممكن يكون موضوعي ممكن يتناول بكل أطراف جدا نفسيا على الأقل حيكون بشكل أو بآخر منتمي لأفكاره على الأقل هو طبعا الأفكار لا يجب أن يفرضها توجهه داخليا وإنها تكون مبادئ أصلية يعني مبادئ الخير مبادئ الحق مبادئ الإخلاص في المهنة مبادئ الأصول ده يبقى في داخله أما إذا كانت مبادئ سلبية وإن عكست عليه أصبح مش طبيعي طيب خلينا نشوف المنتج الثقاني اللي هو الكريسي المشاهد على الأقلية على العمال الأدوية يعكس يعني بتبقى بقى نتيجة أنا بفضل أن يكون الأعمال الدرامية حرة بالواقع بالأحداث الجارية في الفترات اللي بيكون فيها حراك سياسي بين الأعمال الدرامية تكون متقازة يعني كأنه تاريخ معروض على الناس التوصيل ده الجارية أو الأحداث الحالية مهم كون في ظل هذه الفترة الأعمال الدرامية اللي فيها خطاب ديني أنا بفضل أنها تكون لها مرجعية والمرجعية تكون من أصول سابتة مع كلها المراجعة بتالي فيها وسطي وواضح وهو المطلوب بالنسبة لوسطية الشعب المصري من خلال مي أو يتابع الأصول فيها وليس للتطرف سواء يميناً أو يميناً حقيقة في بعض المسلسات بدأت تسق الأحداث لكن بشكل خوابي بشكل مباشر بدون تقاعد بدون لكل إساة في هذا الاتجاه طيب خليناً نتكلم ونقول النهاردة كل الهيئات المعنية بالإعلام في مصر بشكل عام سواء وزرعة الإعلام حتى وإن كان بفوض كان فيه مناداب عدم موجودها خلاص بعد بداية مصر الجديدة وغيرها من النقابة الصحفيين والمنابر الإعلامية المصرية المحترمة هل هي تتعامل مع الوضع الإعلامي المصري إزاي؟ دورها بفوض يكون إيه في هذه المرحلة؟ دور النقابة مثلاً دور النقابة مهم جداً وهو تخريج وعمل كشف هيئة للإعلامي أو للصحفي لا ينبغي أن يكون هناك صحفياً أو إعلامياً غير مهنياً غير دارس غير مؤهل أن يخاطب الشعب ويكتب ويخاطب الجمهور ويغير الاتجاه ويغير الفكر ما فيش حد يختلف أن الإعلام والصحافة لها دور كبير جداً في تسقيف المجتمع وتحويل فكره وتحويل اتجاهه ما ينفعش أن يكون هذا المنبر يعتليه أو ياخد ميكروفونه إنسان غير مؤهل أي هي ملحظتك الشخصية أو حتى المهنية على أداء الهيئتين دول حالياً يعني أو ممكن إيه اللي ممكن يحسن هذا الأداء لفترة اللي جاية غير طبعاً فكرة الاختيار والانتقاء للعناصر اللي شغاله هو زي ما حضرتك جوبت الانتقاء والاختيار للعناصر ده أهم شيء لو تم اختيار عناصر مهنية على مستوى عالي من المهنة على مستوى عالي من الفكر لأن الصحافة يا أستاذ شريف والإعلام صف عامة مش وظيفة هو ملكة وميول وموهبة تسقل بالدراسة وبالتعليم وبالتدريب وينمي الإعلام نفسه من خلال تسقيف نفسه وتوسيع دائرة معارفة لا يجب أن يكون الإعلامي يعني ما لحجر وطوب وقاعد حد في الناس في مهنية في النقد في مهنية في أني أواجه السلبيات لكن أني أواجهه بشكل صفيق أو بشكل فيه جدل وفيه عدم وصول للهدف المنشود ده طبعاً بيكون خروج تام عن المهنية بتاعتنا لأن المفروض أني فيه فرق كبير جداً ما بين الحوار الهادف وما بين الجدل الحوار أو النقاش هو أني كل واحد مننا بينقش جزئية في استكمال الصورة يعني أنا مثلاً بنرسم واجه حضرتك بتعمل عين أنا بعمل أمف حضرتك بتعمل أزن ما ينفعش أن أنا أعمل مثلاً أنف حضرتك تعمل أنف برضو أو أنا أعمل يعني هنبوز الصورة أما الجدل أني أني كل مننا يتشبس برأيه ويصر عليه فبالتالي يجدل الرأي الرأي الآخر فيبقى زي الجدائل يعني أنت بقى زي الضفيرة طالما تجدل الحوار أو اللغة بيننا بين بعض بغض الحكومة شكراً جزيلاً نفسي جداً نورتنا شكراً جزيلاً نحن نذهب لفاصل ونرجع تاني خليكم معي شكراً جزيلاً